كدوزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أن الحكومة تأمل في تحسن تصنيف الجامعات الجزائرية عالميا وذلك بفضل الإصلاحات البداغوجية المطبقة مضيفا لدى إجابة على سئلة النواب الشفوية أن الهدف الأول هو بناء جامعتي مواطنة وليس جامعة فئوية بالنسبة للترتيب الجامعات نحن كذلك نشتغل في هذا الموضوع وإن شاء الله نحن ننتظر نتائج تكون في مستوى تطلعاتنا تطلعات المواطن تطلعات الملاحظ الملتزم في الأجالي القريبة إن شاء الله الجامعة هي جامعة مواطنة هي ليست تلك الجامعة الفئوية التي تكون أو تشتغل فقط من أجل فئة المواطنة الأساتذة والمتعلمين والإدارين الذين يشغلون بها وإنما جامعة راسية في وسطها وبالتالي الوسط المتكون من المواطنين هم الذين لهم الحق من أن يطلبوا من هذه المؤسسة العمومية وحول التدريس بالإنجليزية كذلك وزير التعليم العالي أن الهدف هو بلوغ 80% من التخصصات التكنولوجية يتم تدرسها بلغة الإنجليزية بدأنا في التفكير في إدخال اللغة الإنجليزية في التعليم والتكوين العاليين وحققنا في هذا الموضوع مسارا مهما بحيث أن ابتداء من هذا السداسي الذي سيبدأ بعد ثلاثة أيام أي يوم سبعة جنفير ستبدأ بعض المؤسسات الجامعية في تدريس بعض المواد إن لم أقل بعض التخصصات باللغة الإنجليزية ونحن نحذر المكونين أي الأساتذة من أجل تعلم اللغة الإنجليزية والوصول إلى المستوى B2 أو C1 بوسائل علمية مختلفة وهدفنا وهو تحقيق 80% من التخصصات التكنولوجية خاصة والعلوم الدقيقة التعليم بها سيكون باللغة الإنجليزية